أهلاً وسهلاً فيكم معنا في حلقة جديدة من حلقات بودكاست يومية خبير قهوة من منصة مابت فورويد اليوم نبغى نتكلم عن المنيو أو قائمة المشروبات أو الأطعمة الموجودة عندنا النقطة المهمة هنا أنه المنيو مو بس مجرد لائحة نسرد فيها المنتجات والخدمات المقدمة عندنا المنيو له دراسة وهندسة معينة خاصة فيه وما نقدر نخلي إلى آخر لحظة المنيو لابد يكون في مرحلة التخطيط للمشروع لأنه يعتمد عليه قرارات مهمة جدا المنيو جداً مهم لأنه هو جزء لا يتجزأ من هوية المكان وهو اللي بيساهم في خلق انطباع سلبي أو إيجابي لدى العميل ويبين إذا إحنا اشتغلنا على المنيو أو ما اشتغلنا عليه بس مجرد نسخة حصلنا عليها من النت أو من الكافيه اللي جنبنا ومن كافيه مشهور لأنه ياما ياما شفت منيوهات عليها منتجات بأسماء فيها خطأ في النطق خطأ في الكتابة وهذه الأخطاء واضح أنها ما هي أخطاء اللي سقطة سهون لا هي أخطاء واضحة فيها الجهل بالمنتجات واضح أنه الشخص ما يعرف إيش المنتج هذا وبس ما أخذ الاسم من مكان معين وغير كده أنه في المنيو فيه الأسعار لشان كده أقول لكم بيخلق انطباع إيجابي أو سلبي لدى العميل ممكن يجي العميل يشوف السعر يطلع وممكن يجي العميل ويلاقي واو فيه شيء مميز هنا أو أثار فضولي نعمقى أكمل وعند استعداد أدفع والمن يو كمان مهم جدا ويساهم في دخل المشروع بشكل كبير هو أساس الدخل أصلا لأنه فيه المنتجات والخدمات اللي احنا قاعدين نقدمها ونطلب عليها مقابل مادي عشان كده لابد أنه إحنا ندرس المنيو بشكل جيد فيه كثير عناصر مهمة لابد أنه إحنا نحطها في الحسبان لما نيجي نصمم المنيو وندرس المنيو أول شيء فكرة المشروع لابد أنه إحنا يكون عندنا فكرة عن المشروع وهويته عشان نقدر نعرف إيش المنتجات اللي نبدو نقدمها لازم كمان نعرف مين الفئة المستهدفة اللي قاعدين نقدم لها هذه المنتجات هل هذه المنتجات بتكون مناسبة للفئة المستهدفة عندنا للشريحة اللي عندنا هل فيه التنوع اللي هذه الشريحة الطالب فيه أو الخدمات اللي حتناسب هذه الشريحة المستهدفة هل نقدر إحنا نوفر هذه الخدمات والمنتجات بشكل دائم غير كذا كمان إحنا لابد نشوف التكلفة إيش تكلفة هذه المنتجات اللي طبعا بيحدد سعرها مدى توفر المكونات اللي إحنا نحتاجها عشان نقدر نحضر هذه المنتجات أو نقدم هذه الخدمات خاصة لما نكون مثلا توجهنا قهوة مختصة إحنا نعرف إنه القهوة محصول موسمي فلو مثلا إحنا اعتمدنا على محصول معين ممكن نتفاجأ بعد 6 أشهر ولا سنة ما نلاقي نفس المحصول اللي إحنا اعتمدنا عليه فهذه نقطة لابد الواحد يحطها في الحسبان يوم يجي يصمم المينيو ويدرس المينيو وكمان يكتب القائمة ويثبتها على لوحة غير كذا كمان نحن لازم نفكر بطريقة إعداد هذه المنتجات وطريقة تقديم هذه الخدمات هل هي سهلة التطبيق هل بيكون في صعوبة في التشغيل بسبب هذه المنتجات هل المنتجات هذه تحتاج جهد أكبر ما تسوى التعب أو ممكن تعرقل سير العمل هل عندنا المتوفر في البلد اللي إحنا فيها الأجهزة والمعدات اللازمة عشان نقدر نحضر ونعد هذه المنتجات ونقدم هذه الخدمات كمان لازم نفكر بالتنوع في المنتجات اللي إحنا قاعدين نقدمها نقدمها في المقى أو في المطعم أو في المحمصة إحنا ما نبغى ننحد نفسنا بشريحة معينة فمثلا نحط بس القهاوي الغالية أو بس القهاوي اللي هي في متناول الجميع إحنا نبغى نحط منتجات مختلفة لكل فئة هذا ممكن يوفر التنوع في المنتجات عندنا ممكن نقدم خدمات تكون بباقات مثلا موزع بتصنيف معين عشان تكون فيه متناول الجميع كل واحد يختار الخدمة المناسبة له وليقدر يدفع مقابلها المقابل المادي لها كل هذه أمور جدا مهمة طبعا أنا بس قاعدة أعطيكم في هذه الحلقة بس كذا نبغى عن الأشياء اللي لازم نفكر فيها لما نيجي أن نعد قائمة المشروبات عندنا والمنتجات اللي عندنا في المحمصة وفي المقهى طبعا أكيد فيه تفاصيل كثيرة لابد ندخل فيها وفيه هندسة وتصميم المنيو وفيه أمور كثير لابد نحن نغطيها بس أنا بس حبيت أترك لكم هذه الحلقة تبدو تفكروا في الموضوع وفي نهاية حلقتنا أتمنى لكم يوم جميل سعيد وقهوة ممتعة ترجمة نانسي قنقر